عدي بن حاتم الطائي في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور ولان للإيمان بعد إعراض وصد وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه ورث عدي الرئاسة عن أبيه فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القيادة ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشق أن تقضي على زعامته ورياسته فعاد الرسول صلى الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه وظل على عداوتي للإسلام قريبا من عشرين عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصته فهو بها أولى قال عدي قد كنت إمرأا شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمربع فأخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وصراياه تشرق وتغرب في أرض العرب وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد فاصنعه الآن فقلت ولما ثكرتك أمك فقال إني قد رأيت ريات تجوس خلال الديار فسألت عنها فقيل لي هذه جيوش محمد ثم نهضت لساعته فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض أسرع السيرة نحو بلاد الشام للإرحاق بأهل ديني من النصارى وأنزل بهم فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي فإذا بي قد تركت أخت لي في موطننا في نجد مع من بقي هناك من طي ولم يكن لي من سبل إلى الرجوع إليها فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وصيقت إلى يثرب وهناك وضعت مع السبايا في حضيرة عند باب المسجد فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك فقال قد فعلت فقالت إني أريد الإلحاق بأهلي في الشام فقال صلى الله عليه وسلم ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تطقينا به من قومك يبلغوك بلاد الشام فإذا وجدت الثقة فأعلميني ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تطق به فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد قدم رخط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغة فكساها الرسول صلى الله عليه ومنحها ناقة تحملها وعطاها نفقة تكفيها فخرجت مع الرقب قال عدي ثم اجعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها فلما وقفت علينا بادرتني بقولها القاطع والظالم لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعوراتك فقلت لا تقولي إلا خيرا وجعلت أسترضيها حتى رضيت فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة ما طرينا في أمر الرجل يعني محمد عليه السلام فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن نبيا فلسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت قال عدي فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب وكان بلغني أنه قال إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها فظل معها حتى قضى حاجتهما فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتين منزله فتناول وسادة من أدم محشوة ليفة فألقاها إلي وقال اجلس على هذه فاستحييت منه وقلت بل أنت تجلس عليها قال صلى الله عليه وسلم بل أنت فامتثلت وجلست عليها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم التفت إلي وقال إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابقة قلت بلى فقال صلى الله عليه وسلم ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك فقلت بلى وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم قال لي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم فوالله لا يشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه يعدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم فوالله لا يشكن أن تسمع بالمرأة أن تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين وأيما الله لا يشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم وأن كنوزة كسرى بن هرمز قد صارت إليهم فقلت كنوزة كسرى بن هرمز فقال نعم كنوزة كسرى بن هرمز قال عدي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول لقد حققت إثنتين وبقيت الثالثة وإنها والله لا بد كائنة فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها وأحلف بالله لا تجي أن الثالثة وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأسك السلام فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين فلم يجد أحدا وصدق رسول الله صلوات الله عليه وسلم وبر عديه بن حاتم بقسمه العبرة العبرة اللي ممكن نقودها من قصة عديه بن حاتم السبب في منع الناس وصد الناس عن سبيل الله مش عدم قناعتهم بالدين لا الشهوات شهوة المال شهوة السلطان قد تمنعهم وعلشان كده شرع الجهاد الجهاد شرع لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الملوك عندهم شهوة السلطة والتمسك بالحكم فلن يتركوا للإسلام أبدا هو يدخل بلادهم نهائي لأن دخولهم معناه فقد سلطانهم لأن الإسلام بيساوي ما عندهش عنصرية الإسلام هيجي يسيطر على الحاكم ده نفسه وهو أصلا جاي عشان يسيطر فبالتالي الملوك تقرأ الإسلام تقرأ الدين الإسلامي إنما الشعوب بتحبه فعشان كده احنا مش عايزين نحكم على الأمريكان بأنهم كلهم محشين وفاسقين وكفاروا لا عايزين نتعامل مع الشعوب الأمريكية والشعوب الأوروبية والشعوب الأخرى اللي هي كدول كافرة بأنهم الناس مش عارفها وإذا بلغهم الأمر هيمتسلوا بسهولة جدا مش عايزين نكره ولا نعادي كل كافر لا فيه منا الكفار من يجهلون الدعوة مش عارفين حاجة عنها مساموش عنها ساموا الكلام غلط فإحنا عايزين زي ما احنا أهمنا مستقبلنا ومستقبل عيالنا ونأمن مستقبلهم ونوفر لهم احتياجاتهم عايزين يبقى برضو شغلنا الشاهل هو نشر الدعوة دي للناس دول ونحط نفسنا مكانهم يا طرح لو احنا عاديين في مكان معزول عن اديار المسلمين والحكام بيطعنا ليل نهار بيمكروا بينا عشان يضللونا عن المعلومة الصحة وبينشروا اكاذيب في مواقع التواصل بتاعتهم بتبين ان المسلمين دول رهابيين وعدوانين وناس آآ مش تمام واحنا سكتين ليه؟ طب ما احنا تمام نبلغ فأو في بداية مننت لسه ظاهر صهرانة بقى عليه طول الليل بتصفح بقى اشوف ايه اللي اختراع الجديد ده بصيت لقيت واحد في المنتديات داخل يدعو الى النصرانية الساعة كم؟ الساعة ثلاثة ونصف فجر قلت اياه يعني انت مبتنامشي وعمال تجتهد في نشر الفساد وتجتهد في تضلين المسلمين واحنا كمسلمين صارين على فيلم ولا مصرحية مش فتبغنة خالص لا دعوة ولا كأن الموضوع ما يخصناش موضوع ده استفزني بتلسه صغيرة مش يعني مش اعرف هم هو اين المفرقون نعمله طب هو لي بيعمل كده هم؟ فانا دلوقتي جاي اقول لكم احنا مش عايزين نسكت هما بيسكتوش هما بيستكتين هما ليل النهار بيدعو الى دينهم النصرانية على فكرة مش زي احنا متخيلين ان كلهم علمانيين لا مش كلهم علمانيين امريكا نصها طريبا بيروحوا الكنيس وبيصالوا متدينين يعني فاحنا عايزين الشبابنا اللي بيصهر على الميديا بالليل قوم اعملك صفحة تنشر بها دينك قومي اعملي حاجة لدينك عشان تقابل بها ربنا وتقول يا رب انا ما اسكتش يا رب ما شفتش الكفار اسكت انا عملت اللي علي انا رضيت عن المسلمين انا بعدت فيديوهات لناس اللي مش مسلمين انا استخدمت كل قواية في نشر دينك يا رب انا عايزين يا جماعة جيوش من المسلمين مش عشان تحارب عشان تدعو والحمد الله رب العالمين ربنا فتح لها باب الميديا ده عشان نعمل كده. خلاص احنا اتقافل عنا باب الجهاد مش عارفين نعمله ولا عارفين حتى ندافع عن نفسنا حتى جهاد دفع مش عارفين نعمل قلص. فاحنا ولا جهاد دفع ولا جهاد طلب ولا دعوة كمان لا لا ما ينفعش كده منفعش كده. المفروض ان الدين ده رسالة غالية جيالت من السماء نزلت على سيدنا محمد سيدنا محمد عز السلام. وصل هالك مش وصلها لنا. لأ وصلها لك. اخذيها كده. شخصين الموضوع هو الرسالة دي جات لك. طب وهي ما طلب مني طلب مني انفز التعليمات اللي فيها. وايه كمان? وابلغها كما فهمتها. نفكر تاني في الموضوع بالطريقة دي. وما تنشغليش قوي بالدنيا. اصلا انا دعوة ايه? ده انا عايز حد يسندني. ده انا بقعد انا بصليش. الدعوة مش بعد ما تستشيخي يعني تبداعي. لا. نعرف ان احنا كلنا فهمين كده غلط. لا اصلا لما تزيبت الاول انا ادعوه. لا. الصحابي كان يعرف عن الاسلام. يسمع بس. هو بس ما اطبعش حاجة. هو بس يسمع عن الاسلام. يقوم حالف يقول والله يدرحي لقوم وادعوهم كلهم ادخلوا في الاسلام. هو ليسا ما اعرفش حاجة. احنا عندنا اقل واحدة علما في المسلمين والله عندها استعداد وناظر اكبر القصاوسة. ما تستهدش بنفسك. اللي تعرفيه باللغي. ما بقول لكيش الكلمة في حاجة ما وكده قالت لك على شبه هيا مش عارف ايها. انت بحرفتش ترضي. قولي لها حاضر هزكرها وابلغك. ايه المشكلة? ايه المشكلة? تجي لك واحدة بتقول لك انا بطري كلام غلط. طيب ايه اللي يقنعك? يا بلاش العصبية. بتخين خنايا على فكرة. لما حد يوجد لك في الدين مش بتخنق معيك. ربنا هو اللي بيقول لك واجادلهم بالتي هي احسن. حتى وقالوا لك كلام صعب. ولا تسارل نفسك ولا تزعلي. امهل تعملي هي? تقول لها حاضر هبحث وقول لك. دعوة فيها نوع من الشفقة على المدو على فكرة. معلش دون ناس ما يعرفوش بالراحة عليهم. حتى وهم لو اساوا اه معلش احنا برضو بالراحة عليهم. حتى لو شتموا وقالوا اه معلش برضو بالراحة عليهم. بالراحة عليهم يا جماعة. خلاص? جزاكم الله خيرة. ربنا تقبل منكم. حرصكم على دينكم. وصبركم على الدين. لان الجنة مش ببلاش. جزاكم الله خيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.